يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة السادسة والسبعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعت فيه إن كنت راغبا في إمامك ملحق فانوراما الظهور لا زال الكلام في العنوان الثاني حوزة الحمير وهذا هو الجزء الخامس عشر إنها الحوزة الطوسية في النجفي وكربلاء التي أسسها محمد بن الحسن الطوسي إمام المذهب الطوسي أسسها سنة أربعمية أثمانية وأربعين للهجرة الحمير الحمير البشر بحسب منطق القرآن إنها آيات سورة الجمعة التي صنفت رجال الدين إلى مجموعتين مجموعة رجل الدين الإنسان ومجموعة رجل الدين الحمار إنني بحثت طويلا في الحوزة الطوسية فما وجدت أحدا لا من كبارها ولا من صغارها كي أصنفه على مجموعة رجل الدين الإنسان ومن هنا فإنني جعلت هذا العنوان عنوانا لحوزتهم إنها حوزة الحمير أتحدث عن الحمير البشر عنواننا الصغير أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة وهذا هو القسم الثامن الصوت الخامس بدأت حديثي عنه في الحلقة الماضية سامي البدري وهذا الجزء الثاني من حديثي عن هذا الصوت أخذت محاضرة لسامي البدري عرض فيها منهجه ألقاها في جامع وحسينية أهل البيت في بغداد حي القاهرة عنوانها كيف نتعامل مع علامات الظهور القريبة ورفعت على اليوتيوب بتاريخ 12 ستة 2023 عرضت منها في الحلقة الماضية خمسة مقاطع ووقفت عند كلامه في تلك المقاطع لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام لكنني أذكركم بأن سامي البدري جعل منهجه عبر مصطرة بحسب ما يقول المصطر الإلهي والكلام خاطئ لأن المصطرة ما هي مصطرة هو يريد مصطرة لكنه لا يعرف أن الصيغة التي يتلفظها المصطرة لا علاقة لها بالمصطرة هذا هو جهل أصحاب العمائم إنهم المحققون المحققون هؤلاء المحققون الطوسيون أسيستانيون أهل عظماء ومثلما افترى آية ونسبها إلى الله لا في لفظها ولا في معناها فإنه يستمر على أن يقرأ القرآن بطريقة خاطئة يبدو أن سامي البدري لم يجد كفايته فيما أخذه من كتاب أخنون ولذا احتاج إلى مستدرك الحاكم النيشابوري لأجل أن يكمل تلك المصطرة كما هو يقول المصطرة نذهب إلى المقطع السادس موسيف قريش اللي اللي فتحوا البلدان ويمنون علينا أن فتحوا البلدان وضموها للإسلام ولكن فتحوها لا على ولاية علي أبدا ولا على سنة النبي فتحوها على ولاية الشيخين وعلى الجهل بسنة النبي وعلى اجتهادات الشيخين يمنون عليك أن أسلم لا تمنون علي أسلام هنا من رح يكمل الأسبوع الثامن يجي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تكمل المصطرة يروي لنا أن يشابوري في المشتدرك مشتدرك الحاكم للنشاب ولي معروف اكتب المشتدرك واكتب الرواية رح تطلع لك أحذركم سبع فتن نبي يقول صلى الله عليه وآله سبع فتن تعايش يوه آخرها الشفياني إذا النطاك المصطرة إلى الشفياني وإذا ماكو شفياني ترى ماكو مهدي هذا مشلم هذا لا مهدي قبل الشفياني هذا ما بمجال ما ببداء ما بتغيير من سطرة تسطرك على وجهك أو تسطر السيستاني وإياك على وجهك اللي جابك وذبك على الناس سامي أنت مواليد 1945 1945 ميلادي بالهجر عمرك الآن أكثر من ثمانين سنة أنت إلى الآن ما تعرف تقرأ القرآن بشكل صحيح وين مولي اتدور بكتاب أخنوخ وين مولي اتدور بالمسماريات والآثاريات وباللغة الآرامية ويا ليتك ويا ليتك تحسن الأمر فيها إذا أردت أن أناقشك في الخزعبلات التي تضحك بها على الناس فإني سأخرجك كما نقول في التعابير الشعبية العراقية صفر باليد حصان لا أريد أن أدخل في ترهاتك التي لها أول وليس لها آخر نصيحة نصيحة رح شوف لك ملة يعلمك تقرأ القرآن بشكل صحيح الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلم قل لا تمن علي إسلامك لا تمن سامي البدري أنت تقراها لا تمن من ينجبتها هذه أنت لا تعرف تقرأ القرآن وما تعرف وما تعرف بديهيات النحو يا سامي يا طربوش يا حبيبي هذه لا ناهية لا تمن ولا ولا أنها هي من الجوازم إذا دخلت على الفعل المضارع فإن الفعل سيكون مجزوما وهنا دخلت على الفعل المضارع لكنه من الأفعال الخمسة والتي قد يعبر عنها في بعض المدارس النحوية بالأمثلة الخمسة وهي صيغة يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين هذه معلومات بديهية في علم النحو فإذا ما دخلت لا أن ناهية على هذه الأفعال فإن الأفعال هذه تجزم بحذف النون أنت لا تعرف تقرأ القرآن ولا تعرف بديهيات النحو شلون محقق يا حبيبي يا بعد روحي شلون محقق بيش اتحقق ما تقل لي بيش اتحقق بطيع حظك بيش بطيع حظ الحوزة بيش اتحقق ولا يضحكون عليكم يقول لكم هذه قراءة لا توجد قراءة نحن لا توجد عندنا قراءة في العجواء الشيعية القراءة عند السنة لا توجد قراءة عند السنة مثل ما قراءة سامي البدري هذه الآية بخصوصها توجد قراءتان فقط وهما قراءتان شاذتان وليستا بخصوص ما قراءه سامي البدري وإنما يمنون عليك اسلامهم هذه قراءة لابن مسعود وهي قراءة جاذة لا يقرؤون بها وهناك قراءة عندهم عند السنة هي أكثر شذوذا يمنون عليك إن اسلموا ونحن لا نعبؤ بهذه القراءات فأنا أعرف جيدا حينما يرقع المعممون بعضهم للبعض الآخر يكذبون عليكم هم صنعوا منكم حميرا وبعد ذلك يضحكون عليكم يضخون الجهل في رؤوسكم وحينما تسألون يضخون جهلا يكون أقبح من الجهل الأول هذا هو حال معممي النجا كذبون منافقون سرسرية حتلية ساقطين هذا هو حالهم جميعا يضحكون عليكم أمطايا كل شي ما يفتهمون وإذا واحد اعترض عليهم منكم يرقعون بالأكاذيب حتلية سرسرية الآية هكذا تقرأ يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم لا كما قرأها المحقق العظيم أبو السوم سأعيد بث الفيديو بعد قليل كي تنصت إلى قراءته هو لا يحسن قراءة القرآن دائما على طول الخط في كل أحاديثه ومر علينا يوم أمس قد كتب آية لا توجد في القرآن لا بلفظها ولا بمعناها كتبها على الورق وقرأها على الشيعة النوابخ العباقرة الذين كانوا يجلسون تحت من باره قرأها عليهم من الورق وماذا أيضا هذا العملاق العظيم أكمل بحسب ما هو يقول المصطرة من سطرة سطرة على يافوخ المصطرة أكمل المصطرة السيستانية هذه مصطرة سيستانية وليست مصطرة مهدوية إذا كنا نتحدث عن الثقافة المهدوية هناك مصطرة مهدوية ولكن حينما نتحدث عن الهراء الطوس السيستاني فهناك مصطرة سيستانية مصطرة فأكمل المصطرة هذا الأثوال بما نقله عن مستدرك الحاكم النيشابوري 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 هي المدينة هي يقال لها نيشابور ويقال لها نيشابور لماذا لم يعد إلى أحاديث أهل البيت لماذا ذهب إلى كتب النواصب هؤلاء مرضى مرضى أحاديث أهل البيت مفصلة مفصلة كم سمعتم مني من الأحاديث المفصلة وأنا أحدثكم عن إمام زمانكم أو عن شؤون غيبته أو عن شؤون ظهوره هذا البرنامج فنرام الظهور المهدوي من الحلقة الأولى إلى الحلقة الرابعة والخمسين الحلقات مشحونة مشحونة بأحاديث العترة الطاهرة التي كلها معرفة وكلها حكمة وكلها جمال وعذوبة هؤلاء الأوباش يتركون كل ذلك ويذهبون يبحثون في المزابل هنا وهناك لماذا لم تذهب إلى أحاديث العترة الطاهرة هؤلاء قد سلب التوفيق منهم ركام من الجهل والضلال على عقولهم وقلوبهم لا يستطيعون أن يتخلصوا منه مرضى ترك القرآن وحديث العترة وراح يذهب في كتاب محرف في كتاب أخنوخ هذا الكتاب كسائر كتب اليهود والنصارى إنه كتاب محرف محرف في أصله ومحرف في ترجمته لا ندري عن أي لغة قد ترجم إلى اللغة الأثيوبية يقولون عن اللغة السريانية ويقولون عن اللغة العرامية مسعنة عبثية يمكننا أن ننتفع من هذه الكتب ولكن على حاشية الحاشية لابد أن يبقى المتن مختصا بقرآن محمد وأهل محمد ولكن أن نقرأه قراءة صحيحة لا كما يفعل هؤلاء الثولان لا كما يفعل المراجع أثيران في النجف وهم يعتون بآيات لا وجود لها في القرآن أن نجعل المتن لقرآننا لقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم ولحديثهم المفهم بتفهيمهم وغير ذلك إن كان صحيحا إن كان من الحكمة التي نبحث عنها فإن الحكمة ضالة المؤمن إن كان من الحكمة فإننا سنضع هذه الحكمة في الحواشي في حواشي الحواشي للمتن الذي هو قرآن محمد وآل محمد وحديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه هذا هو منهج قناة القمار الذي يقولون عن السيستانيون اللعناء بأنه منهج ماسوني هذا هو المنهج الماسوني الذي تقدمه لكم قناة القمار أما هذا المنهج الخرائي هو الذي يقدمه لكم السيستاني ومرجعيته العظيمة التي تقدم لكم المحققين بعد المحققين بس يحققون من جوه من جوه انصافا لا بد أن نقول من أنهم محققون ويحققون ويدققون بس من جوه من جوه ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة الكافي الشريف وهذا الجزء الأول الكافي للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة الخمسين إنه الحديث السادس بسنده بسند الكولين عن بشير الدهان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يخاطب بشير الدهان لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا من أين نأتي بالتفقه من قرآنهم هذه مضامين بيئة الغدير الدين يؤخذ من القرآن المفسر بتفسيرهم والفهم يؤخذ من حديثهم المفهم بتفهيمهم هذا علي يفهمكم بعدي هذا هو مصدر الفهم والتفهيم لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وبحديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى غير آل محمد ونحن هكذا نبني عقيدتنا فمعكم معكم لا مع غيركم نحن لا نأخذ ديننا من عيسى المسيح أو من موسى كليم الله هؤلاء شيعة محمد وأهل محمد إلا إذا أراد منا أئمتنا أن نأخذ من دينهم أن نأخذ من أحاديثهم مثل ما حدثونا بأحاديثهم أئمتنا حدثونا بأحاديث موسى وعيسى بأحاديث الأنبياء ما حدثنا به أئمتنا من أحاديثهم نأخذ به إذا لم يحدثونا فإننا لا نأخذ به ولذلك إذا ثبت شيء عنهم فإننا نضعه على الحاشية لا نضعه في المتن ديننا يؤخذ من محمد وآل وآل محمد فقط من محمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة ومن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم من هؤلاء نأخذ ديننا فقط من هؤلاء نأخذ قراءة القرآن ونأخذ تفسير القرآن ونأخذ كل شيء من هؤلاء من قرآنهم وحديثهم فقط وفقط 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 وغير ذلك من الحكمة من حكمة الأنبياء والأوصية إننا نصدق ذلك ننتفع من ولكن في الحاشية في حاشية الحواش فأصل ديننا من علي ومن علي ومن علي فقط وفقط يا كميل يا كميل كلمة أمير المؤمنين يا كميل يا كميل يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا تريدون أن تكونوا منهم لا تأخذوا إلا عنهم الصادق يقول لا خير لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم كحال تام البدري وأمثاله من الثولان والأغبياء من المحققين العظماء في حوزة النجف وكربلاء مسخرة والله أنتم الشيعة مسخرة مسخرة بتمام معنى الكلمة مسخرة مسخرة أنتم هؤلاء صنعوا منكم حميرا وهم حمير هم حمير للشيطان هم حمير لنواصب سقيفة بني ساعد اتخذوا منكم حميرا إلى متى تبقون حميرا يركب عليكم هؤلاء الحمير إلى متى لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم فمعكم معكم لا مع غيركم لا مع غيركم من الأنبياء والأوصياء أو من غيرهم لماذا؟ لأن الأنبياء والأوصياء من شيعتهم فحينما أقول معكم معكم فهل أني أخصد أني مع سلمان؟ ما قيمة سلمان؟ أتحدث عن سلمان المحمدي ما قيمته؟ إنه من شيعتهم فما قيمة الأنبياء بالنسبة له؟ إنهم من شيعتهم هذه إساءة بحق محمد وآل محمد أن ندخل الأنبياء معهم فإن الأنبياء والأوصياء من شيعتهم فمعكم معكم هذه المعية لا تكون إلا مع محمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة ومع الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم المعية مع هؤلاء فقط بنحو الأصالة قطعا بنحو التفرع فإننا نوالي أولياءهم ونتبرأ من أعدائهم لكن المعية في أصلها معهم فقط الأنبياء الأنبياء من أوليائهم نوالي الأنبياء لأنهم من أولياء محمد وآل محمد ونتبرأ من أعداء الأنبياء لأن أعداء الأنبياء من أعداء شيعة محمد وآل محمد ونحن نتبرأ منهم هذا هو المنطق الذي نصطلح عليه منطق الأمير أما منطق المحقق الطوسي السيستاني ساهم البدري فهذا هو منطق الحمير وأنتم بالخيار بين المنطقين فاختاروا أي منطق تريدون هل تكونون مع منطق الحمير أم مع منطق الأمير إلى أن يقول هذا العملاق هذا العملاق الزمال هذا العملاق الزمال ماذا يقول؟ آخرها السفياني إذا النطاك المصطرة من سطرة على عيونك وعلى عيون السيستاني ما هذه القباحات؟ وما هذا الجهل؟ إذا النطاك المصطرة كما هو يقول يسميها المصطرة إذا النطاك المصطرة إلى السفياني وإذا ماكو سفياني ترى ماكو مهدي لا أثول على أدك ولك السفياني علامة علامة أما المهدي فهو وجه الله وبرنامج المهدي برنامج الله لا علاقة له بالسفياني السفياني هو علامة يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون يهدى ما أخصص السفياني علامة علامة وإذا ماكو سفياني ترى ماكو مهدي هذا مسلم هذا لا مهدي قبل السفياني هذا ما بي مجال ما بي بداء ما بي تغيير طيح الله حظك وحظ السيستاني وياك اللي إجابك وصلتك على الواد وقدموك للناس أنت محقق محقق ومدقق ماذا نقرأ في الكتاب الكريم الذي لا تحسن قراءته يا أثول ماذا نقرأ في الكتاب الكريم إنني لا أقرأ عليك لأنك لا تحسن قراءة القرآن ولا تحسن فهمه إنها الآية السادسة والستون بعد البسملة من سورة الزخرف هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هذه الآية السادسة والستون بعد البسملة من سورة الزخرف هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون بغتة بنحو مفاجئ ماذا تقول العترة في تفسير قرآنها إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي من أعلام القرن العاشر وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة الحادية والسبعين بعد الخمسمائة إنه الحديث السادس والأربعون بسنده عن زرارة ابن أعين وهناك من يقرأه أعين عن زرارة ابن أعين قال سألت أبا جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فماذا قال الباقر قال هي ساعة القائم تأتيهم بغتة من دون علامات بنحو المفاجئ هذا سامي البدري في فترة من حياته في بداية السبعينات كان في حزب الدعوة في منطقة الكرادة في بغداد وبعد ذلك انفصل من الحزب خرج من الحزب وأسس حركة صغيرة هذه الحركة الصغيرة وضع لها اسما سماها جند الإمام إنه يشير إلى إمامنا الحج فهذا قائد جند الإمام وهذا فقيه جند الإمام لا يفقه شيئاً عن الإمام وعن شؤونه وإلا فهل هذا منطق من عنده أدنى اطلاع على الآيات المرتبطة بالمشروع المهدوي وعلى تفسيرها المأخوذ من العترة الطاهرة كيف يقول هذا الكلام وإذا ماك سفياني ترى ماك مهدي هذا مسلم هذا لا مهدي قبل السفياني هذا ما بي مجال ما بي بداء ما بي تغيير طيعة الله حظك هذا القرآن قرآن محمد وآل محمد بتفسيرهم ينطق بغير ذلك هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة الباقر يقول هي ساعة القائم تأتيهم بغتة وماذا نقرأ أيضاً في كتاب الاحتجاج للطبرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمين بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزعين سأذهب بكم إلى الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة من الناحية المقدسة وهذا هو أقدم مصادرها أقدم مصدر لدينا الآن للرسائل التي وصلت إلى المفيد هو هذا الكتاب كتاب الاحتجاج للطبرسي في آخر الرسالة الأولى ماذا كتب إمام زماننا للمفيد والشيعة لي ولكم فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة الكلام واضح هذا الاحتمال قائم من أن الإمام سيقدم علينا من دون علامات القرآن هو الذي يقول بتفسيرهم قرأت عليكم قبل قليل الآية السادسة والستين بعد البسملة من سورة الزخرف وقرأت تفسيرها عليكم عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه وهذه رسالة إمام زماننا إلى المفيد وإلى الشيعة هو الذي يقول فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة لأن العلامات لو كانت قد تحققت من السفياني وغيره لتاب بعض الناس لتاب بعض الناس لا أريد أن أقول لتاب الجميع لتاب بعض الناس ولكن احتمالا أن العلامات لا تقع هذا الاحتمال قائم فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة يا حبيبي يا أبو السوم يا أثول أنت من خلال حديثك المتقدم في الحلقة الماضية يبدو عليك أنك تستقل تستقل قراءة كتاب الغيبة للنعماني لأنك أثول لو كنت قد قرأت هذا الكتاب لعرفت أن الأئمة حدثونا من أن البداءة يجري في أمري السفياني ليس مثل ما تقول أنت هذا ما بي مجال ما بي بداء ما بي تغيير يا أبو العريف غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 314 إنه الحديث العاشر بسنده بسند النعماني عن أبي هاشم داود ابن القاسم الجعفري شخصية معروفة من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم يقول كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا عند إمامنا الجواد صلوات الله عليه فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت إنه أبو هاشم الجعفري يقول للإمام الجواد فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم قال نعم والسفياني من المحتوم كنا كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم قال نعم قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم فقال إن القائم من الميعاد إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد الأمور ثلاثة ميعاد ومحتوم وغير محتوم الميعاد لا يتطرق إليه البداء كيوم القيامة يوم القيامة ليه يوم لطاق اليه البداء يوم القائمكن لا يتطرق إليه البداء يوم القائم لا يتطرق إليه البداء يتطرق البداء في شؤون يوم القائم في الشؤون في التفاصيل في شؤون الرجعة يتطرق البداء أما في أصل الموضوع فإن البداء لا يتطرق لا ليوم القائم ولا ليوم الرجعة مراد من يوم القائم لا أتحدث عن زمن بعينه وإنما أتحدث عن أيام الله الأيام الإلهية التي تحدث القرآن عنها يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة فهذه الأيام لا يمكن أن يصل إليها البداء إنما يصل البداء إلى شؤونها إلى تفاصيل أحداثها الصغيرة برنامج القائم برنامج الله أما السفياني اليماني الخراساني هذه علامات يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون المعاد لا يتطرق إليه البداء المحتوم يمكن أن يتطرق إليه البداء ولكن بنسبة أضعف من غير المحتوم فغير المحتوم يتطرق إليه البداء بنسبة أعلى وأقوى من تطرق البداء للمحتوم السفياني في أعلى ما يمكن أن يكون إنه من المحتوم ما يظهر من بعض الأحاديث أن الأئمة يؤكدون على موضوع السفياني لكنهم لا يتجاوزون به حد المحتوم يتحدثون عن أن السفيانية لا بد أن يكون لكنهم يصفونه بالمحتوم والمحتوم يتطرق إليه البداء الدعاء 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 يرد القضاء ولو أبرم إبراما القضاء الذي أبرم إبراما هو أعلى رتبة من المحتوم الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما حينما نقول قضاء يعني محتوم فما بالكم لو قلنا من أنه أبرم وليس أبرم فقط أبرم إبراما الدعاء يرده يغيره القضاء الذي أبرم إبراما يتطرق إليه قانون البداء والمحتوم دون ذلك الروايات التي جاءت بلسان عن الأئمة يشددون على تحقق علامة السفياني مع أنهم لم يتجاوز به حد المحتوم لأجل ظروف موضوعية فإن الشيعة إما أن تتوقع أن قائمة آل محمد في هاشمي ثار على الخليفة العباسي هنا أو هناك أو أن الشيعة تبدأ بالحديث عن أن قائم آل محمد هو الإمام الصادق مثلا هو الإمام الرضا مثلا الأئمة يتحدثون بلسان يشددون على ضرورة ظهور السفياني لأجل أن يبعد الشيعة عن هذه الضلالات وإلا فإن الأمر واضح أبو هاشم الجعفري يقول لإمام الجواد هل يبدو لله في المحتوم والسفياني من المحتوم قال نعم قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم فقال إن القائم من المعاد ماذا تقولون والله لا يخلف المعاد هذه الثقافة المهدوية هذه المصطرة يا أثول يا مصطرة هذه هي المصطرة المصطرة تأخذ من كتاب غيبة النعماني جواهر أحاديث أهل البيت في هذا الكتاب لا من كتاب أخنوخ يا أثول من هنا تأخذ المصطرة أنت ما أخذت المصطرة أنت أخذت المصطرة من سطر على يافوخك ويافوخ السستاني وياك اللي جابك وذبك على الواد قارنوا بين المنطقين قارنوا بين المنطقين إنه منطق الأمير ومنطق الحمير فمن منا على منطق الأمير أنا أم حوزة النجد ومن منا على منطق الحمير أنا أم حوزة النجف أم المحققون العظماء من حوزة النجف ولذا إنني عنونت هذه الحلقات التي أتحدث فيها عن حوزة النجف بحوزة الحمير لأنها تلتزم منطق الحمير إنه المنطق الذي يخالف منطق علي الذين يخالفون منطق علي فمديح عظيم لهم أن نصفهم بأنهم حمير نذهب إلى فاصل سأنتقل بكم إلى المقطع الأهم في حديث سامي البدري في هذه المحاضرة التي تمثل منهجه هو يقول هذه مصطرة هو مسوية المصطرة الإلهية أنا أشدد في النكير عليه وأستعمل الألفاظ القاسية في مخاطبته لأنكم مخدوعون به وأمثاله وتسطرون لهذا الأثول ولأمثاله الألقاب والأوصاف والمديح والتعظيم وهو غبي أثول جاهل لا يحسن قراءة آيات من كتاب الله لا يحسن شيئا رجل جاهل بتمام معنى الكلمة هذا هو الجهل والأكاذيب والأضاليل وهو يحدثكم في هذا المقطع السادع أكو شيء بعد بالمصطرة يقول إيه أكو شيء بعد ثم يأتي أسبوع تاسع أسبوع الثامن يقول أسبوع عدل ولكن الناس متفاوتون مشيحية موجودة يهودية موجودة آخرين موجودين يعني كل اليهود الله سبحانه وتعالى رح يذبحهم على إيد المهد لا وأنما اليهود غير الصهاينة رح يبقون اليهود الصهيوني اللي هو مخرب والمشيحي اللي يرتبط بيهم ورح ينال القتل أما أكو مشيحين موجودين خب هذول الآن عاشوا دولة عدل دولة عدل مطلق خب الناس بعد ما عندهم شغل يلتقون بالنوادي بالأماكن العامة واحد يقول لا أنا مشيحي التي يهودي الحق ويايا يقول لا الحق ويايا الثالث يقول خل نرفعها للإمام خل يحل المشكلة بيناتنا يراوينا الحق نريد نشوف الحق بأعيننا فإذن يقول يأتي أسبوع تاسع ينكشف الحق لجميع الناس أن الحق وين شن شن شمي هذا الأسبوع أسبوع الرجعة طبعا لما المهدي سلام الله عليه يظهر للناس الصحيف الجامعة يقول شوفوا الشيعة في رسائلهم العملية أحكامهم من هذا الكتاب ما كفر أحي يقول لولا إذن أنت شيعي شيعي ما يخالف من يقول هاي كاتبها علي من هاي كان ومن يقول علي كاتبها علي موافق للخلفاء علي يحب الخلفاء علي مصاهر للخلفاء تجد تقول فهنا إذن رح يحتاج المهدي سلام الله عليه إلى إحياء عليه إحنا الآن إذن نقول أن المهدي يحيي عليه تقوم القيامة عليه مهي 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 ويا المهدي عيش عيش ويا المهدي وزيره يقول يا روح الله توجه أن القبر أمير الممنين وانت بلت طبعا لعلمكم اثنان ولد على الشاح العراقية لن يميتهم يميتهم الله حتى يحقق العدل في العالم جميعا وينتشر هذا العدل من العراق هذا قدر العراق يا جباه من هم المهدي أين ولد أبغانستان فهموني ولد في سامرة أين ولد عيش هذه روايات أهل البير سلام الله عليه وهذه رواية ابن عشاكر في قوله تعالى وآويناهما إلى رب وذات قرار ومعين قال الرب ونجف ومعين الفرات والقرار هو الكوفة مجد الكوفة هناك نولد إذن عيش عراقي الولادة طبعا وعراقي النسب أيضا طبعا عراقي النسب لأنه أنت تبع عيشا من ذرية من بالأخير من ذرية عمران أبو موسى عمران من ذرية من يعقوب يعقوب وين يعقوب عراقي يعقوب عراقي يوسف عراقي موسى معنى نحن رديد الروج العراقية لا ما كل شيء وإنما لله أماكن اصطفاها كما اصطفا أنبياءه الله أحسن العراق أرض اصطفاها الله تعالى لتكون أرض أصفيائه كوفان كوفان سيرد أولها أولها يعني أيام نوح والعدل اللي صار ضمن نوح على آخرها فإذن الآن المصطرة كاملة بداخل الأسبوع الثامن شخصنا خطوات المصطرة شخصنا رسول الله صلى الله عليه وآله هاي مصطرة هاي أسميها تشميتي طبعا هذا البحث أنا أتحمل مسؤوليته كاملة وأثيره من أجل أن يطلع عليه الإنسان ولذلك أقول في ضوء هذه المصطرة في ضوء ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله رح نشخص إحنا وين فيا مرحلة حينئذ رح نقدر ندرس علامات الظهور القريبة ويقل الخطأ أما إذا ما عندك مصطرة رح تبقى تحتمل تبقى تحتمل والاحتمال ما إلى قيمة يقول الإمام سلام الله عليه نحن لا نوقت ما ننطيك فلان سنة وفلان شهر وفلان يوم ما ننطيك هذا الشغل أهل النجوم إحنا ما نعمل نحن ما نعمل بالنجوم نحن لا نوقت يعني نعمل بالنجوم أهل النجوم علم النجوم يوقت لك الزمان والشهر والسنة ولكن دون ذلك علامات وهاي العلامات لازم أنت تدرشها في ظل مناخ الطبيعي مناخ الطبيعي المصدر هذا الكلام كله من أوله إلى آخره من عنده ليس له من مصدر كل هذا الكلام وهذا الكلام افتراء على الله وعلى رسوله وآل رسوله وهذا الكلام فيه انتقاص كبير من محمد وآل محمد لأن الانتقاص من أمير المؤمنين انتقاص من الله وانتقاص من محمد صلى الله عليه وآله سأبدأ معكم واحدة واحدة في البداية تحدث عن أن الناس ستعيش زمان عدل وكما هو تصور الأمر من أنهم يلتقون بالنوادي بالأماكن العامة واحد يقول أنا مسيحي أنت يهودي ويدخلون في نقاشات ثالث يقول خلي نرفعها للإمام خلي حلي المشكلة بيناتنا يراوينا الحق ريد نشوف الحق بأعين كل هذا من عندي هذه تصورات فلنقول هذه تصورات جاء بها على سبيل المثال لتوضيح المطلب سوف لا أقف عند هذه النقطة وإن كان هذا التصور سيكون في أذهان الناس من أن الأئمة هم الذين حدثونا بهذا أو أن الكلام جاء به من كتاب أخنوخ باعتبار أنه جعل كتاب أخنوخ مصدرا أساسيا هكذا قال للناس هذا الكلام كله من عنده لا يوجد له لا من عين ولا من أثر لا في كتاب أخنوخ ولا في أحاديث العترة الطاهرة ولا في كتب السنة ولا في كتب اليهود والنصارى هذا شيء هو اصطنعه لا نريد أن نحاسبه عليه لنفترض أن الرجل جاء بهذا الكلام على سبيل توضيح الصورة هذه وسيلة إضاح ولكن حينما يقول للشيعة من أن هذا الأسبوع هو أسبوع الرجعة هذا المصطلح أيضا من عنده باعتبار أنه اعتمد في المصطرة اللي هو يسميها مصطرة اعتمد في المصطرة على رؤية الأسابيع التي جاءت في كتاب أخنوخ وسأخرأ عليكم رؤية الأسابيع إذا كان هناك من متسع من الوقت في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة هكذا يقول طبعا لما المهدي سلام الله عليه يظهر للناس الصحيفة الجامعة ما هي هذه الصحيفة الجامعة سأقرأ عليكم تعريفها من الكاف الشريف إنها الطبعة نفسها المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل في صفحة الرابعة والستين بعد المائتين إنه الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة صلوات الله عليها الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق يقول لأبي بصير يا أبا محمد أبو بصير كنيته العاصل أبو محمد أبو محمد ولكنه كان يكن أيضا من قبل أصحابه بأبي بصير لأن الرجل كان ضريرا لا يرى إمامنا الصادق يقول لأبي بصير يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة قال أبو بصير قلت جعلت في ذاك وما الجامعة قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه وإملائه من فلق فيه من فمه من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الختش الأرش في الختش الختش هذا الأثر الذي يكون على جسم الإنسان بسبب عارض من العوارض يمكن للإنسان أن يقوم بختش غيره بأظافره وأما الأرش المراد من الأرش القيمة الحديث هنا عن دية الختش الصحيفة الجامعة هي هذه صحيفة تجتمل على الأحكام بتفاصيلها من رسول الله إملاء وبخط أمير المؤمنين هذه من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة هذه هي الصحيفة الجامعة التي فيها الأحكام الحقيقية ماذا يقول سامي البدري طبعاً لما المهدي سلام الله عليه يظهر للناس الصحيفة الجامعة يقولهم شوفوا الشيعة في رسائلهم العملية أحكامهم من هذا الكتاب كذاب يا سامي كذاب اللعين كذاب وسافل وحقير ومنحط من أين جئت بهذه المعلومة من أين جئت بهذه المعلومة من أن الإمام الحجة يقول للناس هكذا يقول للناس من أن الرسائل العملية الموجودة عند الشيعة التي كتبها المراجع الطوسيون من أنها قد أخذت من هذه الصحيفة الجامعة كذاب سافل منحط ساقط من أين جئت بهذه الأكاذيب في أي مصدر وحق الزهراء كذاب أنت كذاب سافل منحط من أين جئت بهذا الكلام لماذا تضحكون على الناس في أي كتاب وجدت هذا الكلام أتحد أتحد أن تأتيني بواحد بواحد من مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذا اليوم أن قال من أن رسالته العملية أخذت من الصحيفة الجامعة لو جئتني مع أنه لو كان هناك من قال بهذا القول فهو كذاب ولكن لو جئتني بأحد قال هذا القول إني سأعتذر إليك سآتيك إلى النجف كي أقبل أقدامك وسأصور هذا وأبث هذا على الشاشة وإذا ما طلبت مني أن أغلق قناة القمر سأغلقها جئني بواحد وحتى لو وجد فإنه سيكون كذابا كذابا لكنه لا يوجد لا يوجد مرجع واحد من مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى منذ سنة 329 للهجرة وإلى هذه السنة 1445 للهجرة ونحن في أواخرها لا يوجد مرجع شيعي واحد لا يوجد فقيه شيعي واحد يدعي هذا الإدعاء الجميع يقولون هذه النتائج التي وصلنا إليها يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون ما هي بصحيحة هذا هو منطق علم أصول الفقه هذا هو منطق عملية الإجتهاد هذا هو منطق المذهب الشافعي الذي هو مذهب مراجع النجث وكربلاء وقد ركب عليه الطوس مذهب المعتزلة ومذهب المعتزلة يقول بهذا القول ألا ترى أن الثقافة الشيعية تردد ما تقوله سقيفة النواصب سقيفة بني ساعدة من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد هذا كلام لعين لا علاقة له بالعترة الطاهرة هذا كلام سقيفة بني ساعدة لكنه شائع منتشر فلقد نشره الوائلي وأمثال الوائلي عبر مجالسهم وعبر منابرهم ونشره الكثير من المعممين الحمير من وكلاء مراجع الحوزة الطوسية القذرة النجسة أتحداك يا أيها الكذاب السافل يا سامي البدري أن تأتيني بفقيه واحد من فقهاء الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى اليوم أنه قال كلاما كهذا من أين جئت بهذه الأكاذيب يا كذاب يا كذاب إنني أسألك إنني أسألك هل هذا موجود في الصحيفة الجامعة هذه رسائلهم العملية وهذه فتاواهم وإنني أقرأ عليك فتاوى الخوئي زعيم الحوزة العلمية إنه أستاذ المراجع السيستاني صار مرجعا بفضل أحد أولاد الخوئي أقرأ عليكم من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وهذا هو الجزء الثاني إنها فتاوى الخوئي وتلميذه الذي صار مرجعا من بعده إجواد التبريز هذه طبعة دار الصديقة الشهيدة إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وواحد وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة صفحة ميتين واثنين واربعين رقم السؤال سبعمية واثنين وعشرين هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة فأفتى الخوئي لا يحرم في الفرض وأفتى التبريز يحرم مع الشهوة والتلذث أو كان في البين مهانة إذا كان لمجرد اللعب والمزاح فبإمكان الرجل أن يعبث بذكر الرجل الآخر وأن يعبث بخصيته وأن يعبث بفتحة دبره وأن يعبث أحدهما بمذاكير الآخر بالشرط بالشرط أن يكون من وراء الثياب وأن تفعل المرأة أيضا مع المرأة الأخرى أن تعبث بفرجها وأن تعبث بدبرها أيضا ولكن من ورائث هل هذا موجود في الصحيفة الجامعة يا أيها الكذاب السافل لماذا تضحكون على الناس هل هذا موجود في الصحيفة الجامعة الصحيفة الجامعة هي الرسالة العملية إذا أردنا أن نستعمل التعابير المعروفة عند الشيعة حتى يعرف المراد من هذا العنوان الصحيفة الجامعة هي الرسالة العملية لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أما هؤلاء مراجع الضلالة والتيه فهذه فتاواهم يجوزون للرجال أن يلعب بعضهم بمذاكير البعض الآخر وأن يعبث بعضهم بأدبار البعض الآخر والأمر هو هو يجوزونه للنساء ما هذان مرجعان هذا هو الخوع وهذا جوهد التبريز هل هذا موجود في صحيفة الجامعة يا سامي البدري يا كذاب يا سهفل يا منحاط يا حقير تكذب على رسول الله وتكذب على أمير المؤمنين وأسألك أيضا هل في الصحيفة الجامعة ما هو موجود في الرسائل العملية للسيستاني حيث يجوز التلقيح الصناعي أن يؤتى بمني رجل أجنبي كي تلقح به بويضة امرأة أجنبية عنه وبعد ذلك توضع تلك البويضة الملقحة بمني الرجل الأجنبي في رحمها فلقد دهل المني المحرم في رحمها والسيستاني أيضا يقول بأن الولد المتولد من ذلك ما هو ابن زوج المرأة إنه ابن صاحب المني هذا هو الذي يقوله في فتاوى هل هذا موجود في الصحيفة الجامعة ألا لعنة الله على أكاذيبكم ألا لعنة الله على الرسائل العملية القبيحة هذه لماذا تكذبون على الناس لماذا تضحكون على الناس هؤلاء هم السفلة الكذابون المنحطون الذين أحذركم منهم هذه الحوزة البترية التي ستحارب إمام زماننا ما هذا الكذب ما هذا الكذب طبعا لما المهدي سلام الله عليه يظهر للناس الصحيفة الجامعة يقولهم شوفوا الشيعة في رسائلهم العملية أحكامهم من هذا الكتاب ما فارق ما ك فرق راح يقول له إيئ إذن أنت شيعي هذه المسرحية من ين جبت أنت من ين جبت راح يقول له إيئ إذن أنت شيعي أو شيعي ما يخالف من يقول هاي كاتبها علي من يقول علي كاتبها علي موافق للخلفة ما هو إمام زماننا يعلن دينه من أول يوم ما هذا الهراء كيف صرت قائدا لجند الإمام وأنت لا تفقه شيئا من ثقافة الإمام ألا لعنة الله على دينكم ألا لعنة الله على عمائمكم ألا لعنة الله على حوزتكم ألا لعنة الله على قذارتكم ألا لعنة الله على مرجعياتكم هذا هو الذي يضحك به على الشيعة الحمير نذهب إلى فاصل رجان اعرضوا لنا الفيديو الذي يتناول موضوع البنك المنوي هذه هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال ثم إنه رائع أن نساعد أشخاص لا يمكنهم الإنجاب حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته تعرفون إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سبحث عن أبي البيولوجي هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية في الخارج يولد ما يزيد عن الألف بفضل هذه الطريقة هذا سيرسل إلى بروكسل وهذا إلى مقدونيا وهذا إلى إسرائيل نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدى القطب الجنوبي في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الأنترنت في كوبنهاجم ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا فهو يسمح لزبائنه بالإطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي وكذلك الإطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل ويمكن أيضا سماع صوته لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات نسعى إلى تحسين النسل فنحن نترك الزبون يختار وفي فرنسا تتعامل ما يقارب أربعمائة امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية لكنها عملية غير شرعية هذا هو التلقيح الصناعي بحسب فتاوى السيستاني وولده محمد رضا مرجع المستقبل فهو على المنهج القذر نفسه فإن الولد على سر أبيه فهل هذا موجود يا سامي في الصحيفة الجامعة هذه القذارة موجودة في الصحيفة الجامعة كذاب أنت كذاب 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 ولأنك مريض أنت أنت مريض نفسيا ستبقى تصر على كذبك هذا كذاب أنت هذه الحقائق واضحة وجلية لكنني أخاطب الشيعة الذين تضحك أنت عليهم ومن ورائك السيستاني أخاطبهم هناك منطقان إذا كنتم بشرا إذا كنتم بشرا هناك منطقان إذا كنتم بشرا أو قريبين من البشر هناك منطقان هناك منطق الحمير وهناك منطق الأمير وَهَا أَنِّي أَعْرِضُ الْمَنْطِقَيْنِ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ في كل هذه الحلقات في حلقات هذا الموضوع الذي عنونته حوزة الحمير إنني أعرض المنطقين وأترك الخيار لكم كي تميزوا ما بين منطق الحمير ومنطق الأمير وكي تختاروا المنطق الذي يناسبكم هذا الأثول ماذا يقولوا؟ يصور إمام زماننا وكأنه من أصحاب العمائم من أمثاله في موقف محرج من قبل النواصب لأن مراجع النجف لا يحسبون للشيعة أي حساب لقد وضعوهم في جيوبهم الخاصة إنهم حمير عندهم متى يريدون أن يمتطوا ظهورهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك والشيعة فخورون بأن المراجع يمتطون ظهورهم لكنهم يحسبون ألف حساب للسنة ولذا وأنا أتحدث عن عوراتهم وقبائحهم أول كلمة يقولونها لقد فضحنا هذا الكذاء أمام السنة لقد فضحنا عند السنة هذا هو الذي يشغل بالهم وهذا هو الذي يهتمون به في أمور حياتهم إحنا شنقول للسنة شراح يقولون عننا السنة وما علاقتنا نحن بذلك فضلا عن أنني ما صنعت شيئا إنني رفعت غشاءا رقيقا عن قذارتكم هذا محمد رضا السستاني ينقلون لي كثيرون ينقلون لي في أحاديثه مع خواصه يقول لهم إحنا إش قد حاولنا نسقط هذا الرجل ما قدر نتالي هو سقطنا أنتم استطعتم أن تشوهوا سمعتي لكنني لا أبالي أكاذبكم تزول لا قيمة لها لأن حبل الكذب قصير أما أنا فإنني ما سقطتكم لأنكم ساقطون أصلا لا قيمة لكم وإنما رفعت الغشاء عنكم رفعت غشاءا رقيقا عنكم فبان سقوطكم وبانت عوراتكم القذرة وبانت حقيقتكم هذا هو الذي فعلته أعود إلى ما يقوله سامي البدري فهنا إذن راح يحتاج المهدي سلام الله عليه إلى إحياء علي وهل علي ميت حتى يحتاج إلى إحيائه يا أثول يا أثول يا دثو وهل علي ميت دماغسز أنت أنت دماغسز ماذا نقرأ في الكتاب الكريم إنها الآية الرابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات نهي شرعي نهي قرآني ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وهذا الكلام لا ينطبق على علي هذا الكلام ينطبق على شيعته لأن الذين تتحدث الآية عنهم هم الذين يقتلون في سبيل الله وسبيل الله عليهم عليهم الذين الذين يقتلون في ساحة خدمته وطاعته يكونون أحياء ولا يجوز لي ولا لك أن نصفهم بأنهم أموات فماذا نقول عن علي إذن أهل هو ميت قد تقول لي من أن القرآن يخاطب رسول الله من أنك ميت ويتحدث عن رسول الله من أنه قد يموت أو قد يقتل هذه المضامين تأتي بحسب المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير إنني أقرأ من نهج البلاغة الشريف في الصفحة الثامنة والسبعين من الخطبة السابعة والثمانين وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان أمير المؤمنين يقول أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا منا من محمد وآل محمد يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقول بما لا تعرفون أنت يا أيها الجاهل أنت يا أيها الأخرق يا سامي البدري فلا تقول بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون هذا كلام رسول الله والذي يحدثنا به أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في الآية السابعة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ماذا يقولون في تفسيرهم لهذه الآية إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية والعياش كان معاصرا للكلين رضوان الله تعالى عليهم هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئتين إنه الحديث التاسع والخمسون بعد المئة عن جابر إنه جابر الجعفي عن جابر عن أبي جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه قال سألته عن قول الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم قال لي يا جابر أتدري ما سبيل الله قال لا أعلم إلا أن أسمعه منك فقال فقال إمامنا الباقر سبيل الله علي وذريته صلوات الله عليه ذريته المعصومون فقال سبيل الله علي وذريته ومن قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله ومن مات في ولايتهم مات في سبيل الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون سبيل الله بحسب تفسيرهم لقرآنهم على هذا بايعنا في بيعة الغدير سبيل الله علي وآل علي الرواية واضحة يا جابر أتدري ما سبيل الله فقال جابر لا أعلم إلا أن أسمعه منك فقال سبيل الله علي وذريته ومن قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله ومن مات في ولايتهم مات في سبيل الله أعود إلى سورة البقرة وإلى وإلى الآية الرابعة والخمسين بعد المئة بعد البسملة ولا تقول في فناء في فناء في فناء علي وعلي هو سبيل الله فهل يتطرق الموت لسبيل الله سبيل الله محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الآية التاسعة والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وما بعدها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات هذا التفكير ليس صحيحا القرآن يقول ولا تحسبن لا يتطرق إلى أذهانكم من أن الذين يقتلون في فناء علي وآل علي في ولاية علي وآل علي هؤلاء لا يكونون أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هناك غشاء رقيق فيما بيننا وبينهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلى آخر ما جاء في آيات الكتاب الكريم الذين يقتلون في ولاية علي وآل علي هؤلاء لا يجوز لنا أن نصفهم بالأموات بحسب منطق القرآن هؤلاء أحياء فماذا نقول عن علي وآل علي صحيح أننا نقرأ في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة آل عمران في قصة عيسى المسيح هو الذي يقول وأحيي الموتى بإذن الله هذا كلام صحيح ولكنه عن أي موتى يتحدث عن أي موتى هل يتحدث عن علي وآل علي إذا رجعنا إلى التأريخ فإنه أحيى أمواتا من عامة الناس من عامة بني إسرائيل والكلام هو هو في سورة المائدة في الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة الله يخاطبه وإذ تخرج الموتى بإذن تخرجهم من قبورهم وهذا فعله عيسى لكن عيسى لا يملك من حقائق الإسم الأعظم إلا حرفين وبفضل محمد وآل محمد نحن حينما نقرأ في سورة النمل عن آصف إنه آصف ابن برخية وصي سليمان قال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في قصة عرش بلقيس إنها الآية الأربعون بعد البسملة من سورة النمل قال 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 الذي عنده علم من الكتاب في تفسيرهم لقرآنهم كان عند آصف حرف واحد حرف واحد وعيسى كان يمتلك حرفين بحسب أحاديثهم أما علي أمير المؤمنين ماذا يقول القرآن عنه إنها الآية الثالثة والأربعون بعد البسملة من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب آصف عنده علم من الكتاب حرف واحد علي عنده ثلاثة وسبعون حرفا لا يقولون لكم في الروايات من أن الأئمة يمتلكون اثنين وسبعين حرفا هذه روايات بلسان المدارات تتعارض مع القرآن القرآن يقول بأن علم الكتاب بتمامه وكماله عندهم الآية واضحة ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الروايات التي تقول بأنهم يمتلكون اثنين وسبعين حرفا تتعارض مع الكتاب فلا نعمل بها ولا نأخذ بها لأن الكتاب يصرح بأن علم الكتاب بكامله عند علي وآل علي فحقائق فحقائق الاسم الأعظم بحروفها الثلاثة والسبعين عند علي وآل علي فكيف تكون لعيسى ولاية على علي عيسى يمتلك حرفين عيسى امتلك الحرفين بولاية علي ما من نبي بعث إلا وقد بعث بولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فلا يمكن أن تكون ولاية تكوينية عند عيسى تكون أعلى من الولاية التكوينية عند علي عيسى وغير عيسى ولايته التكوينية متفرعة عن ولاية محمد وآل محمد هذا الذي عنده علم الكتاب بكامله الذي عنده حرف فإنه تتفرع ولايته التكوينية من الولاية التكوينية لهذا الذي يمتلك الكتاب بكله من أوله إلى آخره ولذا هو يقول أمير المؤمنين أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن أنا المحيي أنا المميت هو المحيي وليس عيسى يا سامي يا أثول أمير المؤمنين هو المحيي وهو المميت وليس عيسى هو الذي يحيي أمير المؤمنين من أين جئت بهذه الأكاذيب يا كذاب من أين جئت بها لا هي في كتاب أخ نوخ ولا هي في كتب الشيعة ولا هي في كتب السنة من أين جئت بهذه الأكاذيب يا سافل هؤلاء هم الذين يضحكون عليكم وأنتم تصفقون له هذا هو الذي يريده أسستاني أسستاني لا يريد لأحاديث أهل البيت أن تنتشر ويريد لثقافة عبد الرزاق عبد الواحد أن تنتشر في أوساطكم فمثل ما يريد السستاني أن تنتشر ثقافة عبد الرزاق عبد الواحد في أوساطكم يريد أن يجعله وزيرا للثقافة ويطلب من الشيعة أن يبكو على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد كذلك يريد للشيعة أن يتعلم من هذا الكذاب السافل الذي اسمه سامي البدري كذاب هذا من أين جئت بهذه المعلومات في أي كتاب أتحداك أن تأتي بمصدر من مصادرنا وحتى من مصادر السنة من أن الخزعبلات هذه التي تتحدث بها قد وردت ولو بشكل تقريبي ولو بشكل تقريبي كذابون هؤلاء كذابون حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وذل كل شيء لكم حينما نقرأ هذا في الزيارة الجامعة الكبيرة نحن نضحك على أنفسنا نضحك على أئمتنا عيسى يكون ذليلا في جنب ولايتهم وولايته تنطمس في فناء ولايتهم وذل كل شيء لكم ثم ماذا تعتقد أنت هل أن علي في التراب هل أنت شيعيون هل أنت شيعيون هل هذه عقائد شيعة العترة الطاهرة عقائدك عقائد الشيعة النواصب إنهم البتريون إنهم أطوسيون اللعناء نحن نقرأ في أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نقرأ من أن إمام زماننا قبل خروجه إلى مكة يلتقي برسول الله وأمير المؤمنين ومنهما يأخذ الأمر فماذا تتحدث أنت يا أيها الغبي الكذاب الأثول الأخرق هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السادسة بعد الثلاثمئة إنه الحديث التاسع والسبعون عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه ويجيئه بفرس جبرائيل يأتي بفرس لإمام زماننا وقد قرأت هذا الحديث عليكم في الحلقات الأولى من هذا البرنامج وبينت من أن الفرس ما هو بفرس لا أريد أن أعيد الكلام إنها وسيلة نقلية مناسبة لزمان ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله عليه ويجيئه بفرس يقال له البراق فيركبه ثم يأتي إلى جبل رضوة ما بين المدينة ومكة فيأتي محمد وعلي فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها ماذا تفقه أنت من ثقافة العترة الطاهرة ما هذه الأكاذيب هذه أحاديث العترة هذه الثقافة المهدوية الأصيلة من أين تأتي بهذه الأكاذيب يا كذاب نذهب إلى فاصل وماذا يقول أيضا هذا الأثول يقول طبعا هذا البحث أنا أتحمل مسؤوليت كاملة وأثيره من أجل أن يطلع عليه الإنسان هو من أنت فهم علم لو كنت على علم لو كنت على فهم يمكننا أن نحترم كلامك هذا قل لي يا حجية صحيحة حجيتها أنت دليني على مصدر لأي كلام من هذا الكلام الذي تقوله حتى أنت تتحمل مسؤولية وتسوي بحوث أنت ما جاي عمي تبحث جاي تبحش بحش هذا يسمون هذا مو بحث هذا بحش وبحسب الثقافة الشعبية العراقية البحش يكون بغير مكان هذا بحش هذا بحش مو بحث هذا طبعا هذا البحث أنا أتحمل مسؤوليته كاملة وأثيره من أجل أن يطلع عليه الإنسان حتى يطيع حظه جي سوبي الإنسان يطلع عليه على أكاذيبك على ترهاتك على سفاهتك على جهلك على أي شيء يطلع الإنسان ولذلك أقول طبعا ما يعرف يلفظ حرف الض أما إن نحو فتلك حكاية طويلة هو لا يتمكن من اللفظ الصحيح لحرف الض لا أدري كيف يصلي كيف يقرأ سورة الفاتحة يبدو لي أنه لا يحسن لفظ الض وبالتالي ستكون قراءته خاطئة في صلاته ولذلك أقول في ضوء يقول في ضوء وهي في الضوء وليس في ضوء في ضوء هذه المصطرة من سطر على بوزك حينئذ راح نقدر ندرس علامات الظهور القريبة ويقل الخطأ ما كلامك كله خطأ من أوله إلى آخره كيف يقل الخطأ أما إذا ما عندك مصطرة شو راح يصير بيك راح تمشي عدل لأن إذا عندك مصطرة مثل مصطرة سام البدري راح يطيع حظك هذه مصطرة سام البدري اللي هي مصطرة السيستاني لأن هو اللي جاب وذب عن الناس هم اللي يوثقوه يقدموه للناس يدفعوه للجامعات يطلعوه بالمؤتمرات يجيبوه يتباهون به يتباهون بهذه الجهالة وهذه الضلالة من طيح الله حظكم من طيح الله حظ الشيعة وطيح الله حظ مراجعه وطيح الله حظ سام البدري وطيح الله حظ السيستاني ما تقدرون تردون هذا الكلام عليه هذه حقائق حقائق يطاعين الحظ لو بكم خير ما تمشي هذه الزبالة عدكم هذه الزبالة ما تمشي عدكم هذه الزبالة بس ما بكم خير طيحين حظ بعدين الأغى شي يقول يقول الإمام سلام الله عليه نحن لا نوقيت ما ننطيك فلان سنة وفلان شهر وفلان يوم ما ننطيك هذا شغل أهل النجوم احنا ما نعمل بالنجوم أي مطي معنى نحن لا نوقت أي لا نحدد موعدا وليس نحن ذلك ما نعمل بالنجوم هذا حجم المطايا هذا حينما نقرأ الأحاديث في هذا الموضوع الأحاديث واضحة غيبة النعماني لو أنك قرأتها بدلا من كتاب أخنوخ وبدلا من مستدرك الحاكم نيش جابوري لفهمت الأمر وربما قرأت بعضها ولكنك لا تفقه شيئا لا بصيرة عندك أنت عديم البصيرة وأنت مسلوب التوفيق وأنت مخذول ودليل الخذلان هو هذا الهراء وهذا الضلال الذي تتقيأ به على رؤوس الشيعة الحمير من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في صفحة الثلاثمئة الحديث الخامس بسنده بسند النعماني عن أبي بكر الحضرمي إمامنا الصادق يقول إنا لا نوقت هذا الأمر أي لا نضع موعدا ما علاقة هذا بالنجوم إنا لا نوقت هذا الأمر لا نضع موعدا الحديث السادس بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قلت له جعلت في ذاك متى خروج القائم فقال يا أبا محمد إنا أهل بيت لا نوقت لا نعطي موعدا محددا بالأيام والأشهر والسنوات لا نعطي يوما محددا يا أبا محمد إنا أهل بيت لا نوقت وقد قال محمد صلى الله عليه وآله كذب الوقاتون فولا تحدثوا عن المنجمين هنا الوقاتون الذين يحددون وقتا يحددون موعدا وإلا إذا كان الحديث عن المنجمين لقال كذب المنجمون مثل ما قال صلى الله عليه وآله كذب المنجمون ولو صدقوا كذب الوقاتون يا أبا محمد إن قدام هذا الأمر خمس علامات أولاهن النداء في شهر رمضان إلى آخر ما جاء في الرواية الرواية تتحدث عن العلامات موطن الحاجة فيما يرتبط بالتوقيت فإن الأحاديث التي تناولت موضوع التوقيت قصدت إعطاء موعد لا كما يقول هذا الأثول ما ننطيك فلان سنة أو فلان شهر أو فلان يوم ما ننطيك هذا شغل أهل النجوم إحنا ما نعمل بالنجوم نحن لا نوقت يعني نعمل بالنجوم أهل النجوم علم النجوم إي وقت لك الزمان والشهر والسنة ولكن دون دون ذلك علامات إلى آخر ما قاله هذا الأثول في كلامه يا أثول يا أثول هذا المصطلح علم النجوم علم النجوم يطلق على ثلاث جهات الجهة الأولى الجهة الأولى علم غيبي هو من علوم الأنبياء نحن نقرأ في سورة الصافات في الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة والتي بعدها في قصة نبي الله إبراهيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم هذا هو علم النجوم وهو علم غيبي لا علاقة له بالنجوم التي يتحدث عنها المنجمون الكذابون والفوالون ماذا نقرأ في تفسيرهم لقرآنهم هذا هو الكهف الجزء الأول من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثامنة والعشرين بعد الخمسمائة إنه الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم قال حسب حسب فرأى ما يحل بالحسين فقال إني سقيم لما يحل بالحسين هذا علم غيبي من العلوم الغيبية حين أراد أن يطلع على الذي يجري في كربل فرأى ما رأى فمرض إبراهيم وإلا ما معنى هذه الآيات لا شأن لي بما يقوله مفسر سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بما يقوله مفسر سقيفة بني طوسي هذا هو الكافي وهذا تفسيرهم لقرآنهم وعلى هذا بايعنا في الغدير حسب فرأى ما يحل بالحسين فقال إني سقيم لما يحل بالحسين هذه علوم الأنبياء هذا المعنى الأول المعنى الثاني لعلم النجوم إنه العلم الذي أمرنا الأئمة أن نتعلمه أمير المؤمنين يقول العلوم أربعة التي يجب علينا أن نتعلمها قطعا كل بحسب اختصاصه العلوم أربعة ما هي هذه العلوم الأربعة علم النحو لللسان وماذا بعد وعلم الفقه للأديان المراد من الفقه معرفة القرآن والحديث معارف القرآن والحديث وليس الكلام عن فتاوى الطهارات والنجاسات فهذه تقع على حاشية الفقه علم النحو لللسان وعلم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان وعلم النجوم للأزمان كيف نستطيع أن نشخص السنين كيف نستطيع أن نشخص الشهور كيف نستطيع أن نشخص الفصول كيف وكيف وكيف ما نحتاجه من حاجة ضرورية في شؤون حياتنا للزمان والتوقيت وما يرتبط بذلك من شؤون وحيثيات أخرى فهذا من علومهم فهم أصحاب علم النجوم إن كان العلم غيبيا هم الأصل فيه وإن كان العلم كسبيا كعلم النحو والفقه والطب ويأتي علم النجوم مع هذه العلوم هو من علومهم أيضا هناك النجوم الذي هو علم شيطاني هؤلاء الكذابون الذين يضحكون على الناس ذلك لا علاقة له بالعترة الطاهرة هذا الأثول لا يفقه شيئا من ثقافة محمد وآل محمد وقت الحلقة صار طويلا الكلام لم ينتهي لكنني قبل أن أودعكم سأعرض لكم المقطع السادس كي تتأكد من قراءته الخاطئة للآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحجرات وكي تتذكر جهله وأكاذيبه وضلاله رجاء اعرضوا لنا الفيديو السادس موسيف قريش اللي اللي فتحوا البلدان ويمنون علينا أن فتحوا البلدان وضموها للإسلام ولكن فتحوها لا على ولاية علي أبدا ولا على سنة النبي فتحوها على ولاية الشيخين وعلى الجهل بسنة النبي وعلى اجتهادات الشيخين يمنون عليك أن أسلم لا تمنون علي إسلامكم هنا من رح يكمل الأسبوع الثامن يجي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تكمل المصطرة يروي لنا النيشابوري في المشتدرك مشتدرك الحاكم للنيشابوري معروف اكتب المشتدرك واكتب الرواية رح تطلع لك أحذركم سبع فتن نبي يقول صلى الله عليه وآله سبع فتن تعايش يو آخرها الشفياني إذن نطاك المصطرة إلى السفياني وإذا ماكو سفياني ترى ماكو مهدي هذا مسلم هذا لا مهدي قبل السفياني هذا ما بمجال ما ببداء ما بتغيير من سطر من سطر على بوزك بوز السستاني رجاء اعرضوا لنا الفيديو السابع كي يتسنى للمشاهدين أن يقارنوا بين المنطقين بين منطقي الأمير ومنطقي الحمير أكو شيء بعد اللي يهود غير الصهاينة رح يبقون اليهود الصهيوني اللي هو مخرب والمشيحي اللي يرتبط بيهم ورح ينال القتل أما هكو مشيحين موجودين خب هذولي الآن عاشوا دولة عدل دولة عدل مطلق خب الناس بعد ما عدهم شغل يلتقون بالنوادي بالأماكن العامة واحد يقول لأنا مشيحي تيهودي الحق ويايا يقول لا لا الحق ويايا الثالث يقول خل نرفعها للإمام خل نحل المشكلة بيناتنا يراوينا الحق نريد نشوف الحق بأعيننا فإذن يقول يأتي أسبوع تاسع ينكشف الحق لجميع الناس أن الحق وين شنسمي هذا الأسبوع أسبوع الرجعة طبعا لما المهدي سلام الله عليه يظهر للناس الصحيفة الجامعة يقولهم شوفوا الشيعة في رسائلهم العملية أحكامهم من هذا الكتاب ماكو فرق أحي يقول له إيه إذن أنت شيعي شيعي ما يخالف من يقول هاي كاتبها علي من هاي كان ومن يقول علي كاتبها علي موافق للخلفاء علي يحب الخلفاء علي مصاهر للخلفاء تجد تقول فهنا إذن رح يحتاج المهدي سلام الله عليه إلى إحياء عليه خوة إحنا الآن إذن نقول أن المهدي يحيي علي تقوم القيامة علي مهيش لو لا جاء من ويا المهدي عيشة عيشة ويا المهدي وزيره يقول يا روح الله توجه أن القفر أمير الممنين وانتبلت طبعا لعلمكم اثنان ولدا على الساحة العراقية لن يميتهم الله حتى يحقق العدل في العالم جميعا وينتشر هذا العدل من العراق هذا قدر العراق يا جباه من هما المهدي أين ولد أفغانستان أفهموني ولد في سامرة أين ولد عيشة هذه روايات أهل البير سلام الله عليه وهذه رواية ابن عشاكر في قوله تعالى وآويناهما إلى رب ذات قرار ومعين قال الرب نجف ومعين الفرات والقرار هو الكوفة مجد الكوفة هناك نولد إذن عيشة عراقي الولادة طبعا وعراقي النشب أيضا طبعا عراقي النشب لأنه نتبع عيشة من ذرية من بالأخير من ذرية عمران أبو موسى عمران من ذرية من يعقوب يعقوب وين يعقوب عراقي يعقوب عراقي يوسف عراقي مو معنى احنا رديد الروج العراقية لا ما كل شيء وإنما لله أماكن اصطفاها كما اصطفا أنبياءه طبعا العراق أرض اصطفاها الله تعالى لتكون أرض أصفيائه كوفان كوفان سيرد أولها أولها يعني أيام نوح والعدل اللي صار دمى النوح على آخرها فإذن الآن المصدر كاملة بداخل الأسبوع الثامن شخصنا خطوات المصدرة شخصنا رسول الله صلى الله عليه وآله هذه مصدرة أي أسميها تشميتي طبعا هذا البحث أنا أتحمل مسؤوليته كاملا وأثيره من أجل أن يطلع عليه الإنسان ولذلك أقول في ضوء هذه المصدرة في ضوء ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله رح نشخص إحنا وين في مرحلة حين إذن رح نقدر ندرس علامات الظهور القريبة ويقل الخطأ أما إذا ما عندك مصدرة رح تبقى تحتمل تبقى تحتمل والاحتمال ما إلى قيمة يقول يقول الإمام سلام الله عليه نحن لا نوق ما ننطيك فلان سنة وفلان شهر وفلان يوم ما ننطيك هذا الشغل أهل النجوم نحن ما نعمل بالنجوم نحن لا نوق يعني نعمل بالنجوم أهل النجوم علم النجوم يوق لك الزمان والشهر والزم ولكن دون ذلك علامات خوه هاي العلامات لازم أنت تدرسها في ظل مناخ الطبيعي مناخ الطبيعي المصدر عندكم الحقائق وعندكم الوثائق وعندكم المعطيات وتعلمتم هناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير فاحكموا فاحكموا على المنطقين منطق قناة القمار ومنطق المدري والسيستاني إنه منطق حوزة القذارة إنها حوزة الحمير إنها حوزة النجف لا زال الحديث متواصلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي سألكم دعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر